طب دكتور أحمد يعني عندي سؤال قد يبدو غريب إحنا عندنا حصر بالتأكيد بالأسر أو عدد المتضررين بس أنا عندي حصر نوعي يعني أنا عارف مثلا الأعمار النوع رجل سيدة طفل كبير أشياء من هذا القبيل ولا لأ بسأل السؤال لي علشان بيباشر الموضوع فيه غموض أنا عايز إنه وزارة التضامن حتى وهي بتنصخ ممكن مع بعض الجامعات الأهلية أنا عاوز نبعث للناس دي بكرة ملابس لأن الناس دي ملابسها يتبلت والناس دي بقى لها تقعد تغسل وتنشر وتكوي يا الملابس راحت في الوابة زي ما بيت قال بالفعل حضرتك يعني عن طريق الهلال الأحمر وفيه قوافل زي ما حضرتك أشارت أن فيه قافلة جاية عن طريق الوزارة الداخلية فيه قوافل جاية عن طريق تحية مصر بكرة إن شاء الله وصلت قافلة كبيرة جدا تحية مصر هيوصل تقريباً النهاردة واحدة اتنين بالليل كده ويبدأ يشتغل من الصبح بادر يعني يمكن توصل لحوالي خمس تلاف من المواد الأغطية والملابس وفيه مراتب وده بالإضافة حضرتك لكمية كبيرة جداً برضو هتوصل لنا إن شاء الله من المواد الغذائية يعني أنا أقول يمكن حجم الكارسة الحاجات اللي جاية إن شاء الله هيبقى فيها القدرة إنها تغطي جميع المتضررين في خلال التوقيت ده هوت على بالما الوضع يستقر بالنسبة له حلو قوي